ما تلبس مصقين ما يبقى لكش وشين كلمة قالها يوحنا المعمدان من له ثوبان فليعطي من ليس له الناس مش عارفة تفسر هذه الآية طب ما أنا لو عندي جلبيتين ودي الواحد جلبيتين مش هتبقى عندي غير جلبيتين وحدة والجلبيتين الواحدة دي طب لما حب أغير هدومي أو أخسل جلبيتي هعود من غير جلليب ده أقل حاجة أي واحد في الكون يكون عنده إيه غيرين عشان يغير فيهم لا هو ما يقصدش جلليب وما ليه يقصد يقصد السوب السوب يعني المنظر الخارجي فيه سوب خدناه من آدم اسمه سوب الولادة الأولى وسوب تاني خدناه بالمعمودية اسمه سوب الولادة التانية فبيقول ما له سوبان يتخلى عن التوب الأولاني للي ما عندوش معمودية يعني سيب الولادة الأولى لأهل اللي عايشين الولادة الأولى وعيش بالولادة التانية للي عايشين بالولادة التانية ما جيش هنا ألبس ماسك الدين واطلع برا أغير بالتوب التاني والبس ماسك العالم ما جيش هنا أصلي وسبح ورنم واطلع برا أقول النكة البازيئة وغني لازم يبقى لي سوب واحد أو طريق واحد عشان كده بيقول إنسان زو رأيين هو متقلقل في جميع طرقه كلمة متقلقل يعني يعني مع أهل العالم مش مرتاح لأنه ضمره بيوجعوا ومع ربنا مش مرتاح لأنه محروم من حاجات أهل العالم يعني عينه من العذر وعينه من الغني يعني عايز أكون الغني في حياتي والعذر في مماتي ما ينفحش لازم يكون طريق واحد هذه معنى كلمة إنسان زو رأيين هو متقلقل في جميع طرقه ليفتخر الأخ المتدع بارتفاعه كلمة المتدع يعني الفقير ليه يفتخر بارتفاعه أصل المسيح يسوع لما جه جه فقير وانضم لفئة الفقراء قال إخوتي الأصاغر عمر المسيح ما قال إخوتي الأغنياء وعمر المسيح ما قال إخوتي الأكابر لكن قال إخوتي الأصاغر فالفقير يفتخر بارتفاعه يعني أنا يقفئ إن أنا في الكفة اللي فيها يسوع اللي ترك المجد وعاش كأفقر إنسان أو أفقر من أفقر إنسان أدي بارتفاعه ويعني بارتفاعه لما يجي الشيطان يواشوش في ودني ويقول لي اسمع أنت محصلتش حد أقول له طب ما أقسلك نفسي بالمسيح أنا أتولدت في بيت المسيح أتولد في مزوعة بقر أنا عندي مخد بسند عليها رأسي المسيح يسوع ليس له أين يسند رأسه أنا عندي قرشين قليلين ما يعملوش حاجة لكن المسيح ما كانش معه ولا مليم فلما أشوف حياة المسيح يبقى دي ترفعني وترفع نفسي دي أدي معنى كلمة ليفتخر الأخ المتضع بارتفاعه يعني يكفي إن أنا في كافة المسيح الفقير وإحنا أخواته إحنا الفقرة عشان كده عندنا في الكنيسة الأرثودوكسية في مصر بنسمي الفقرة إخوة الرب ما جناش للاجتماع العام اللي فيه الناس الكبار والأغنياء وقلنا دا اجتماع أخوة رب لا يبقى الإنسان المتضع أي الفقير اللي ما يحلتوش حاجة بارتفاعه طب والغني أما الغني فبقى اتضاعه طب إزاي الغني يفتخر باتضاعه اتضاعه إن يعرف كل اللي بيملك وهيسيبه موسيقى موسيقى موسيقى